سباب في الكويت يشكلون نسبة كبيرة تبلغ حوالي 72% وهي نسبة لا يستهان فيها من حجم الشعب لذا فهم يستحقون الرعاية الدولة واهتمامها كونهم ثروة المستقبل الحديث أكثر عن هذا الموضوع دور الشباب اليوم وأهمية أن يكون لهم يوم مخصص لهم وهو يوم 13 من مارس رحب معنا بالدكتور جمال الملة مستشار التنمية البشرية صباحك الله بالخير دكتور صباح الوردي هلا يعني نحن اليوم مستضيفينك في يوم جميل يوم الشباب وخصوصا الشباب الكويتي نعم فمعنا تقرير رح أشوفه أنا وياك والمشاهدين ونرجع نواصل لقائنا أوك ممتاز دكتور جمال أودنا اليوم بأخذ برأيك شنو رأيك أنه تم تخصيص يوم خاص للشباب الكويتي كبداية كفكرة جدا ممتازة لكن نحتاج نفعل ذلك أكثر يعني الكلام الإنشائي واي جميل وإحنا متميزين في الكلام الإنشائي لكن حقيقة نحتاج أن نحول الكلام هذا إلى واقع عن طريق اللي هو إعطائهم فرصة أكبر مشاركتهم الشقل محاهم والشقل من خلافهم كذلك نضمن هذا اللي هو الشباب يعني مثلا أعطيش بعض المشاريع الشبابية وبعض المشاريع اللي مو شبابية المشروع الشبابي مثلا مطار الكويت يبون الشباب يبون مطار جميل حيوي حي إلى آخر اللي مو شبابي فيه الموقع ماله الموقع ماله زحمه داخل الديرة الموقع ماله مال خمس سنوات مو مال عشرين سنة أو ثلاثين سنة احنا لما نبني مبنى لازم نبني مدة ثلاثين سنة جدا مو باشر والله ببسط الديرة هذا رغم أثنين من الإشكالياته مثلا أن المنطق اللي دار مداره ممنوع تبني أعلى لأنه راح يسكر على المطار زحمة الشوارع اللي تؤدي حق المطار وطالع منه برض الزحمة فنفكر ننقل المطار مكان آخر هذا أفضل كفكرة شبابية اللي ننظرها مثلا بعد الدائرة الثامن ويما غسر مؤتمرات فإذا صار في مؤتمر أو شيء حنا داخل الديرة ماله اللي هو فيها ما يصر الزحمة اللي قابل لكن ننظر الآن إلى بعض الشباب مثلا اللي بدأوا حتى المشاريع الشبابية مشاريع مثلا اللي هو عن طريق السوشيال ميديا وإلى آخره ما شاء الله عليهم المشاريع اللي بدأت مدخل الكويت حتى اطلعت إلى داخل الخليج وإلى خارج كذلك اللي هو العالم فعندهم فنحتاجون فقط إلى شوية مساعدة مساندة حتى نقدر نحول ذلك إلى واقع يعني إحنا نتكلم عن نسبة كبيرة نتكلم عن 72 3-4 شعب 3-4 شعب بضع منثل ما ذكرت دكتور هل تشوف قاعد يتم توظيف هالفئة الكبيرة أو هالنسبة الكبيرة في المجتمع بحيث أنهم قاعد يخدمونه المجتمع قاعد يتم توظيف الشباب صح لا المشكلة مو الحين الآن في عندنا مشكلة قائمة مشكلة أكبر باتر هل في عندنا إمكانية أن نوظف كل هذولة في القطاع الحكومي لا هل عندنا إمكانية فرضا أن نستقبلهم في القطاع الخاص برضو لا ما أجهزنا لهم لذلك هل لكويت أن نستقبل ناس يشتقلون معهم برضو هل نحتاج إلى تفكير أفضل من ذلك يعني مثلا بعض دول الخليج اللي اشتغلوا وانجحوا فيها الطاقم اللي معاهم اللي يفكرون معاهم اللي يخطون معاهم شباب صحيح احنا الإشكال اللي عندنا اللي هو من المسؤول إلى تحته كلهم يعني الشاب اللي فيهم أمر ستين سنة صحيح اي فتكون في صدوة كبيرة فنحتاج إلى أفكار شبابية أفكار شبابية تي من الشباب نفسهم لأنهم عارفين شون احتياجاتهم عارفين لأن الجيل عن جيل لا يتقير احنا مشكلة أن الجيل الغديم يفكر بتفكير غديم يريد يطبق التفكير الغديم على شيء يديد وهنا قاعد يصير معنا اللي هو التصادم لكن مثل ما تفضل دكتور ذكرت نقطة جدا جميلة أن الشباب دايما يكون عنده أفكار خصوصا نحن قاعد نتكلم عن شاب الكويتي خلاق ومبدع ودايما يمكن يكون سباق وقاعد يستغل للحين شبابنا خصوصا مواقع التواصل الاجتماعي أنه هو يطرح فكرته أو يطرح مشروعه هل قاعد تشوف أن وجود السوشال ميديا ووزاء التواصل الاجتماعي يعني يخدم الشباب نوعا ما بكل تأكيد يعني حتى الذكاء اللي فيه مننا فرضا السوشال ميديا يعني طبعا مو كله بنفس المستوى يعني مثلا في البدايات كانت فرضا على اللي هو تويتر انتغل حق الانستغرام انتغل حق السناب شات انتغل إلى آخره الآن كل مجموعة من المجموعات أو كل برامج من البرامج هذه فيه لشباب تميزوا فيه اللي تميز هنا يعني نجح معاه بالتالي ما حاول ننتقل حق اللي هو الآخر اللي نجح في الثاني وبالتالي يعني الآن أرد مرة ثانية ليس على مستوى اللي هو الشباب الداخلي يقولك حتى نجاحهم إلى الخارج لهذا سبب حتى الشباب تقولين عنهم اللي في السوشال ميديا ينادونهم دول الخليج يسولهم اللي هو إعلانات أو دعايات أو إلى آخر ما عندنا عندهم دول الخليج أكثر عددا و أكثر إلى آخر لكن تميز موجود تعليقك على هذه الشغلة دكتور يعني مثل ما تفضلت الحين نحن قلنا نتكلم شبابنا تميز في السوشال ميديا و صار مرغوب حتى إذا قلنا نتكلم عن دول الخليج أو الدول المحيطة أنه يعني صار فيه إيمان و ثقة طلب طلب على أن فعلا الشاب الكويتي طبعا كان شاب أو شابة صحيح هل تشوف أن فعلا هذا شيء يعني طريقة تميز الشاب أو الشابة و انتقالهم إلى خارج مثلا دولة الكويت هذا فيه يعني فايدة لدولة الكويت أو هو كشاب قاعد يأثر عليه طريقة إيجابية كفائد للدولة بكل تأكيد يعني في بعض الدول تدفع فلوش لان يطلع اسمها بره يعني بعض الدول الخليج فرضا نشوفين علانات كدولة أو كمدينة في داخل أستراليا في داخل أمريكا في داخل كندا في أوروبا و إلى آخر و يدفع عليها مبالغ كبيرة جدا الأشياء هذه قاعدتين بعضها من الشباب نزين ندحمهم نوجههم بطريقة صحيحة نساعدهم حتى فرضا أن بعضهم عندهم أفكار جميلة جدا وقاعد يشتغلون فيها من مشاريع ندعمهم نعطي ترخيص يشتغل من بيته ما يمنع و في فترة سنتين ثلاث سنوات إذا نجح ممكن ينتقل المشروع هذا إلى اللي هو محل تجاري ورخصة وإلى آخر بلكم الكامل وهذه الشغلة حتى تريح الدولة باتر أنه إذا خلص فرضا أنه والله ما ينطر الوظيفة الحكومية ويأخذ المكان وإلى آخر فهنا يكون ريحهم بجزء اللي هو كبير منها بس كان في بعض الاقتراحات اللي احنا شفناها يمكن بالفترة اللي طافت أنه فعلا قدموا بعض النواب أو في بعض المؤسسات كان عندهم اقتراحات أنه لا يتم اعتماد الشاب أنه بعد التخرج أنه يتوظف في القطاع الحكومي ودرسه وموضوع أنه يتم إعطاء التراخيص حق الهون بزنسي مثلا أو أن القطاع الخاص أنه لا يشتغل بالقطاع الخاص يعتمد على نفسي يكون عندها اقتراحات جميلة أريد أن أقول كامل شاي لا أبيش أنه لن تبدأ يعني إذا بدأنا باشر وأقول باشر أوكي أو عطني خطة أول بخرا خلال أسبوع أو خلال أسبوعين خلال الشهر أننا رخاصة ستصبح عملية موجودة أما ندرس ونخلص ونعيد دراستها ونشكل لجنة ونشوف أينه هذه الأمور لدينا فكار ممتازة لكن الأشكالية لدينا في الروتين كنت في حد دول خيش قبل فترة قلت لهم أن نشئ مصنع لماذا يطول لديكم المصنع قال من بداية التقريب الاختراح إلى استلال مصنع يقول يبي لك 10 تيام إلى 15 يوم 10 تيام؟ إلى 15 يوم هذا كل البروست كامل كل البروست كامل هنا سنة ونصف بالحين ما بدأنا سنة ونصف وللحين بعد ورانا الذي هو شغل نفس الفكرة هنا وهناك بالنسبة للشخص وين هو نروح صح لكن الدكتور تحث أن الخلال هنا معناتها أن هنا دور الشباب لازم نعطيهم دفة القيادة لازم ينسكون مناصب قيادية يتم تجديد الدماء في بعض المؤسسات المؤسسات الحكومية أو القطاع الخاص يعني اليوم طلع قرار جميل جدا اللي هو اللي يوصل حق سن التقاعد من الديوان أي يحال إلى اللي هو إذا خسرتين سنة خدمة يحال إلى التقاعد أو أنهم يحلون أغصب قرار ممتاز جدا لكن كان زين يطبق على اللي يعلم منهم صحيح على الوكلة وعلى الوزارة وعلى هذا إذا وكيل الوزارة صال لست ستين سنة هذا يعتبر محبط للشاب إذا كانت في مضيك صحيح لأن أرد مرة أخرى هو أفكار قديمة الوكيل أو إيه آخره بالتالي ينفذ أجندات قديمة الروتين ومالروتين وإيه آخره لما يشاب فرضا من الشاب يعني اللي هو جي على الأقل أقل شي خلنا نقصر المدة أنا ما أقول خرق فليها لمدة من سنة ونص إلى عشرة أيام خليها شهرين راضي ثلاثة أشهر راضين فيها بالتالي راح ننشئ اللي هو جيلي كبير جدا يعني اللي هو معتمد على الأقل على اللي هو ذات إحنا قبل في الكويت قلبهم ترى أعمال حرة ليش ما نرجع الآن لأنه 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 لن نحلب اللي هو الحكومة ما يقولون يعني خلي يعتمدون على أنفسهم كتجارة وخلي يفتحها مو داخل الكويت خلي يفتحها حتى خارج الكويت ويمكن نساعدهم نتكون لهم نعطيهم دراسات جدوى نعطيهم أشياء كثيرة ممكن نساعدها الشفافية وما في ثقة في الشاب قد يشوفون الشاب إذا كان ياي بسنه صغير حتى لو كانت أفكارها كبيرة لكن يكون دائما في عدم ثقة يحكمون على الشاب أنه متسرع أو يمكن التخاذ للقرار ما هو على أسس خلي يخذ هذا كبيرة بالنسبة له كخبرة ما في إنسان نجح من أول مرة يعني لازم مرة مرتين وثلاثة لكن أنا لما أحطه في داخل إطار معين أقدر أوجهه وخليه يشتغل بطريقة له سليمة وليش يخطئ يخطئ لأنه ما عنده فرضا اللي هو أشياء تسانده دعمه يعني مثلا ليش 8% من أحمال التجارية السنة الأولى اللي تبدأ تقعد تفشل سبب الله أقلبهم لا دراسة جدوى أنا هيأت ليها وهيأت أهوك شخصيا يعرف شون يتعامل معه اللي هو الزباين شون يتعامل مع الموردين شون يتعامل مع المنافسين يعني نسبة نجاح رح سير أعلى لما يفرض أنا ما أعرف أنه أفرض أسباب فشل أعمال التجارية مثلا أن الموقع يكون مهم جدا البضاعة الجودة التعامل العمالة البروستس فيها لما يفهم أن هذه فيها شغلة وايد فيبدأ يتعلم ممكن أنا أجهز لك ذلك اللي هو كدورات تدريبية داخل أو خارج وبالتالي قاعد أهلة بطريقة اللي هي صحيحة إذا بدأ مشروع تجاري نسبة نجاحة تكون عالية عالية نعم لكن في وجهة نظرك دكتور هل نحن محتاجين تكون في جهة تخطط لهالنسبة الشباب اللي موجودة مثلا ما تفضلت يعني أنا أدري أنه عندي هالنسبة بعد يمكن خمس سنين كيف طريقة استغلالي لهالنسبة بكل تأكيد يعني مثلا في بعض الأصل حتى حتى كعمالة مو شباب حتى كعمالة يعني فرضا اللي هو معلم الصحي معلم الصحي عندنا أي واحد يشتغل أي شغل يمكن يكسر معلم صحي ما له قيود معينة فرضا في الفلبين أو في بعض الدول شي سوين يحطون معلم صحي ألف معلم صحي باء معلم صحي جيم يعني هذا معلم هذا مساعد معلم وهذا عامل وكل واحد لا أجرة وكل واحد ما يأخذ الاسم أو المسمى ما له إلا بعد اختبارات حتى لو كان فيها المهنة بسيطة مثل ما تفضل قاعد تكلم عن مهنة بسيطة هذه الآن فبالتالي لما تكون عملية فرضة أي واحد يمكن أن يقول فرضا أنه عندنا أذكر مرة يابنة اللي هو صحي هو يشتغل صحي الان راح يشتغل بالكهرباء حط الواير بحلجة حطها بحلجة ويشلع اللي هو نفض البيت أخينا تكهرب قواه مخحت فرقا ومين قال يضع حلجك كل عشان لا يخلق بالكهرباء ويشتغل معي في البيلر بغيرة مش عارف لكن الشباب هنا شنو دوره يعني شلون أنا أقدر يعني في بعض ما تفضلت نحن تضربت مثل مثلا في هالمهن يعني شلون أنا أقدر يعني أوجه الشاب لما يختبر هم في لقياس يعني فرضا مايسر يأخذ معلم استخدام معلم أو إلا بعد اللي هو دراسة معينة يعني حتى فرضا يفتح لمطعم أو يشتغل في البيتزا أو يشتغل في فيه لا اختبارات فيه لا تدريب محين إنه يصير فرضا من اللي هو العجان اللي يعجن اللي يسويها وإلى آخره لكن يعني فرضا العجينة لها عشر خطوات اللي يعجن البيتزا أو بعجن المعجنات إذا ما تعلمها بيشتغل مثل ما يشتغلون باج الناس اللي هو سلق بيض أي لكن يتعلمها رح يتعلمها بطريقة رح يصير فيها تميز يعني أرد مرة ثانية مو شرط أنني عندي موارد عالية عشان أني أنجح يعني فرضا اللي هو أخذ تكلم عن اليابان حوال أكثر من 6-6000 جزيرة ما عندي موارد الملح يشتوردون من الصين لكن عندهم عقول أو ستمروا في العقول بالتالي نجح ونجاح اللي هو كبير جدا بالنسبة ودي أخذ رأيك دكتور جمال أنه في تقرير عالمي أنه صنفه الشاب الكويتي وخذ النسبة العالية من حيث الرفاهية والرعاية الصحية أنه بالنسبة لهم أن الكويتيين عندهم هالنسبة المرتفعة من ناحية أنه متوفر للشاب كل الطرق والوسائل أنه يعيش في حياة كريمة ويمكن البعض يشوف أنه الشاب الكويتي عايش بمستوى يعني رفاهية اللي في الدول الأخرى الشاب مواصل حق هالمرحلة هل ما تحس أنه يمكن هذا يقلل من عطاء الشاب لأنه وقع يشوف أنا متوفرة عندي كل السبل والطرق كل بيئة أو كل دولة لما يشوف فرضا أني أنا حالي حال كل الناس بالتالي ما يصير فيه اللي هو تميز لما تتبني أنت عن بيئة في الكويت لما تقارن فرضا أن بيئة في أحد دول خليج الثاني نعم بيقارن نفسه مع الثانيين فشوفني نفسه اللي هو زين الآن فرضا أني لدي الشاب الكويتي هل أقدر أني أقير من هذا الفكر نعم عن طريقة اللي هو الواي عن طريقة الاستثمار في الذات عن طريق ممكن تكون دورات تدريبية وممكن تكون مشاركات أو ورش عمل أو إلى آخر بحيث أنه يخلي يتميز طريقة أفضل نعم نحن بالنهاية مثل ما ذكرنا اليوم وهو يعتبر يوم الشباب الكويتي وهذا توقع هاليوم يعتبر رسالة أكيد لكل شاب نتمنى أن يكون على الأقل عنده هدف يوصل بالنهاية مجتمعنا قائم على هالنسبة الكبيرة من الشباب ومجتمعنا رح ينهض أكيد بدور شباب بشبابه أكيد وابداعاتهم المستمرة إن شاء الله دكتور جمال شكرا لتواجدك اليوم وشكرا على الحوار الشيق اللي أثرتنا في اليوم الله يسمي إن شاء الله حيات شكرا لك دكتور جمال الملأ مستشار في التنمية البشرية وكان موضوعنا اليوم حول يوم الشباب الكويتي نطلع فاصل ونرجع